هو طول الوقت كان السؤال ليه احنا منضطر لهذا الاستهلاك الاستراد الكبير وطول الوقت الكلام عن الاكتفاء الزاتي من القمح وكأنه هدف استراتيجي مهم المفروض ان الدولة تسعى اليه هل طبيعي منطقي انه عندنا احنا بلدنا بزراعتنا برينا بكل ده ان احنا نكتفي زاتيان بالقمح هل يمكن ان نفعلها يعني اصلا دي قدرت اقول غيف العيش يعني ان ملحمة تاريخية مصرية يعني طبعا الدواكل معنا عيش وملح يعيش يعني اه طبعا اه في الفيه وخبز وخبز ايه الخبز هو سبيل المعيشة والواحد يقول اكل عيش وملح ودنيش نفس وبتحلف بي كمان اه وبتحلف بي يعني كان من كتر النعمة بتاعته انه يعني كانوا حتى ده كانوا زمان يقولوا في الفلاحين في القرى الارياف لو فتحت حبة القمح ستجد فيها اسم الله وكاننا يعرفون ان هذه النعمة الكبيرة هبة من الله صحيح وطبعا رسقتها قصة النبي يوسف ازاي كان اخواته بيجوا عشان ياخدوا القمح واي اما كنا بنتعم المنطقة العربية عشان مساحتنا كدولة زراعية ومشاف لسه غد الوقتي بيتقطع الرغيف على الوش على اساس انه حلفان لا 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 هل لا 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 بقىش يتقطع بقى كده بقى كده واه هه 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 hardest بقى كايزر ايو ما بقى صغير اوه انما موجود بقى الرغيف الحر وممكن تلاقي من اول ابه اربعة جنيه لابه اثنين جنيه لابه جنيه موجود يعني انما الدولة عشان بتدعم يعني على قدري الامكان انما نقدر نقول انه هو هدف رغم انه مثلا واحنا استرادنا من زيوت الطعام نحن والمنطقة العربية استرادنا من زيوت الطعام أكتر كتير من الأمح نستورد 100% يعني كل احتياجاتنا من الزيوت 96% إنما الأمحة يعني ممكن نقول باستورد 70% منه إنما الناس دايما مهمومة إنها تخاف تصحى الصبح ما تلاقيش رغيف العيش يقول زلزال لا رغيف العيش ولا عربيت الفوت اللي في الشارع دول أساسيات في حياة المصري الصبح متعود يصحى عليهم فبالتالي كمان إنه من يوم ما هنري كيسنجر في أيام الرئيس السادات قال إن نحن نزرع القمح كغذاء وسلاح بدأنا نخاف لما قامت الحرب الروسية الأوكرانية شفنا النهاردة الرئيس الأوكراني بيتكلم على الدول العربية بقول لهم نحن بنصدر لكم الأمحة لازم تقفوا معنا فشوفت دي الأمحة بقى مهمة بقى ازدخل في السياسة ودخل في الحروب قبل كده الرئيس بوتين بعدما الحرب بدأت في نهاية فبراير السنة اللي فاتت قال لن نصدر القمح إلا للأصدقاء صحيح إذا بدأ يبقى فعلا كلام هنري كيسنجر إنه غزاء وسلاح وسياسة فبالتالي إنه لازم بقى ننتبه إحنا في المنطقة العربية والعجيب بس إن كيسنجر لسه عايش آه تصور داخل على مئة سنة وده يعني برضو من لسه بيقول أراؤه يعني آه آه مازال واعي كمان صغيرا جبار أيه أيه ناس كتيرة الحقيقة في الغرب معمرين عندينا يعني فبالتالي إنه بس المواطن المصري تقليدياته ونمطيات حياته العيش لو موجود يعني كانوا زمان يقولوا العيش والبطاطس والبصل لو في البيت البيت مصطور آه التلاتة دول أساسيين في أي بيت يعمل منهم أي حاجة بقى آه فبالتالي الرغيف والأمح له أهميته والمواطن دايماً أول حاجة يصحى الصبح يفكر يجيب العيش الأول ممتاز وبعدين يفكر عشان كده بقى الأمح داخل معانا في الاستراتيجيات آه وأحسنة الدولة لما قالت إن كل الأراضي اللي هستصلحها هتزرع بالمحاصيل الاستراتيجية ما عادش بقى ما عادش بقى إن إحنا نقول نزرع كنتلوب ونجيب بداله ونزرع فراولة ونجيب بدالها ليه بقى لما قامت قزمة كورونا خدنا درس قوي جداً كل أوروبا قفلت على استراد كل السرع الهامشية فمثلاً إلي كانوا زرعين ورود كنا بنصدر كميات كبيرة إحنا والأردن واللبنان من الورد الأوروبا يوم بيوم طبعاً تضمر مساحة الورود إذن الصدرات مش في إيدك كنا بنصدر خضروات تزيجة فصولية خضرة وغيره ووقفت سنتين فإذن طالما أنا الاستراد مش في إيدي ولو جات أي أزمة تاخدني طبعاً أزرع بقى السرع الاستراتيجية مش ده هيجيب لي دولارات طبعاً أنا لما أزرع السرع الاستراتيجية حوفر دولارات اللي أنا أدفعها عشان أستورد وبالتالي أنا قدامي السابع سلع رئيسية في مصر عملالي فجوة غزائية عميقة كانت بتكلفني حوالي 15 مليار دولار والسنة اللي فاتت في الأزمة لما تضعفت الأسعار وصلنا لـ 30 مليار وده اللي سحب جزء 15 مليار من السوق المحلي من الدولارات فعمل أزمة بعد كده فنقدر نقول طبعاً الأمح نمره 71% زيوت الطعام 100% تقريباً بنستورد منها بكل أنواعها بقى عباد الشمس وفول السرع زيوت الطعام طبعاً احنا بنستوردها زيوت إنما لما يجي نزرحها نزرحها نباتي طلع زيوت أيوه إحنا بنزرحها لرغم إن إحنا عندنا 20 مصنع زيوت إنما للأسف كانوا بيفضلوا وما زالوا إن هم يستوردوا زيت الخام يكرروا يفتحوا لونه يعبيوا يبيع طب يا أخواننا إما زي ما بتتعاقدوا على بنجر السكر وبنتعاقد على الشعير في مصانع اللي بيبيعوا بقى المشروبات الكحول اللي هو الشعير الشعير اللي هو بدون كحول ويبقى الجيل الرابع من المشروبات بيتعاقدوا مع المزرعين بنجر السكر تعاقد قصر السكر طب يتعاقدوا لأن الفلاح لما بنيجي نقوله أنت نبور الأرض في الصيف ليه؟ يقول لك ما هو مش عايزين يستلموا مني مفيش مصنع عايز ياخد مني زيوت الطعام أنا مستعد أزرع لكو الفول الصوية وعباد الشمس بس استلموه إنما هزرع من غير ما حد يستلموا طب هزرعوا ليه درجة إنه في سنين بورنا في الصيف أراضي وإحنا شوف نستورد الزيت والدورة الصفر فبالتالي هنا لما بدأ بقى التوجهات الرئاسية إنه نزرع المحاصيل استراتيجية لسه من الكلام على السبع محاصيل أين نبدأ الأمح والزيوت والزيوت الطعام والفول والعتس دول بشكل أساسي جزء من السكر حوالي عشرين في المية من احتياجاتنا من السكر الرز معنا؟ لا الرز اكتفاء ذاتي إحنا دولة العربية الوحيدة اللي بنعمل اكتفاء ذاتي من الرز يعني هو استراتيجي بس إحنا عندنا الوحيدة في الدول العربية كل الدول العربية بتستورد 65% من احتياجاتها من الرز من برة فيش حد كان بينتجوا اللحنة والسودان الرز المعروف قصير الحبة يعني الباقي كله بيستورده من الهند وطايلاند اللي هو الرز البسمتي انضمط الخليجي ونخش بقى بعد السكر قلنا الفول والعدس والسكر حوالي عشرين في المية وبعدين يخش بقى معها اللحم الحمرة بنستورد منها 60% الزبدة البقري بنستورد برضو منها 60% فكل دي بتمسل عبق علينا لان بتستورد يبقى عملة صعبة هتدخل وبعدين يا طارى فيه فائد في السوق العالمي ولا لأ تقوم أزمة زي روسيا وأوكرانيا 34% من صدرات العالم من الغزاء طالعين منهم فتضرب بقى يستغل الغرب ويرفع الأسعار أمريكا كان بيتبيعه تن ب250 بقى ب520 وبعدين طبعا كل بيستخل السؤال هنا بالمنحة الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر